نعتبر اليوم أنه كلام بايدن عن نتنياهو كان عملية استباقية ممكن لامتصاص غضب الكونجرس نحوه هو شوف سماح أكيد أن الشي اللي قاعد يعمل فيه طوى الرئيس بايدن حتى في خصوص فيما يتعلق بمؤخرا أنه فما صفقة متع أسلحة رفضها الكونجرس الأمريكي ورفض أن يتم رسال أموال أخرى إلى قطاع غزة صفقة الأسلحة نحكيه على تسليح المستوطنين تسليح المستوطنين والشعب الأمريكي والكونجرس الأمريكي ليس راضي على سياسة بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن اليوم الدستور الأمريكي يخول للكونجرس أنه عزل الرئيس بتهم تتعلق بالخيانة والرشوة وغيرها من الجراء اليوم هل يمكنه اعتبار هذا الأمر الذي معناها معتا اليوم اللي موجود فيه الرئيس بايدن نتيجة أقواله وأفعاله والشي اللي خليه يغير من كلامه فيما يخص ناتنياهو ربما لأنه التغيير في الموقف بين ثلاث أيام الخرانين يخلينا نربط هذا بذاك لأنه صحيح أنه هو متهم بقضايا معنتها رشوة تتعلق بولده وبفساد وخيانة وكذا لكن القضايا والتحقيق اللي بشي تحل في الكونجرس ربما وقته الآن مرتبط بموقف الشعب الأمريكي والكونجرس الأمريكي من مواقف بايدن لأنه اليوم مع تصويت جمعية العامة لأمم المتحدة أصبحت أمريكا في موقف لا تحسد عليه اليوم ثلاثة أرباع العالم يقولوا في جمعية العامة لأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لكن الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها تتمسك بكونها معناها ضد إطلاق النار كأن العالم أصبح اليوم في كره شديد الأمريكان وفي كره شديد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي وما يفعله الأمريكان هذا الكل معناها عنده علاقة ربما بسياسة أمريكا الخارجية وتحدث بايدن في بيان طويل صدر منذ دقائق في إشارع وفي إجابة على فتح التحقيق الرسمي قلنا بايدن منذ 48 ساعة تحدث وقال أن أمريكا لن تساند كما سندت في لول الكيان المحتل قال بأن نتنياه هو أغبى رئيس حكومة وأن حكومته هي أكثر حكومة متطرفة على مر التاريخ في الكيان المحتل بايدن تطرق في بيانه اليوم قبل دقاء قلي المعركة في غزة ورجع بايدن لبوصلته الأولى أستاذ أحمد الغربي وقال علينا اليوم أن نعلم أن شعب إسرائيل يأخذ معركة ضد الإرهيبيين وينتظر مساعدتنا ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونجرس لن يتحركوا للمساعدة اللوبي الصهيوني تحرك في الكونجرس أستاذ هو ربما 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 سماح هذا وأنا ربما أرجح رواية أخرى لأنه عند الخسارة تحصل الخسومات وما يحقق في الميدان من طرف حركة المقاومة حماس ربما جعل الموقف الأمريكي يتغير فيما يخص نتنياهو وفيما يخص علاقة البلاد تحت الأمريكية بيدعمها للحرب الموجودة في فلسطين الخسارة على الميدان خليت كلمة الغباء تخرج من عند بايدن كلمة الغباء هو عكس أنه إنسان يحترف أنه إنسان يعرف يتصرف فما حصل من حرب الأخيرة وما حصل من المقاومة الباسلة في فلسطين لأني أقول أنها مقاومة باسلة فعلت كل معجزات تصور أنت الطائرات والأقمار الاصطناعية والأسلحة وكل ما معنتها سخرت له الدول الغربية مجتمعة البريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول العظمى الكبرى بإمكانياتها وبطائراتها التي ترصد من فوق وبالأقمار الاصطناعية وبالجو كل ما صار خليه حتى أن الإسرائيل لا تنتصر على الميدان والمقاومة تبقى لليوم بعد هالأشهر هذه تقريبا أكثر من شهرين حركة حماس والمقاومة في فلسطين منتصرة وخليت الموقف الأمريكي يعرف كونه أن نتنياهو ليس الحصان الذي سيراهن عليه في المستقبل بالنسبة لبايدن حسب رأيه الشخصي انتهى بايدن انتهى مستقبله السياسي وأن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عنه لأنها تعتبره حتى في إسرائيل في الكيان المحتل لم يعد له أي قيمة وحتى في استطلاع الرأي أصبح الرئيس الكيان الصهيوني نتنياهو معنتها في صبر الأراء هو معناه ربما سيخرج من السياسة من الباب الصغير هو حزبه لأنه حتى في إصلاعات الرأي حزب الليكود تراجع كثيرا وجستما أستاذ أحمد الغربي انتظرنا الحديث عن تحقيق رسمي ضد نتنياهو انتظرنا الحديث عن جرائم حرب ضد نتنياهو لم ننتظر فتح تحقيق رسمي وبحث رسمي ضد بايدن نتنياهو يقال ونعلم أنه مربوطة به قضايا أستاذ أحمد الغربي شو هالقضايا هذي؟ ماذا ينتظر نتنياهو بعد أن يكمل العهدى متاعه إذا لو كملها؟ هو مبدئيا سمح فما قضايا اللي هي معنتها طوى الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة جرائم تنجم تتصف كان كونها جرائم إبادة جماعية جرائم تهجير جرائم قتل جرائم حرب قتل الأطفال قتل النساء قتل الشيوخ كل ما أي جريمة معنتها في إطار القانون الدولي الإنساني إلا فماش استر في جريمة ما قامش به اليوم ما ينتظر نتنياهو أنا فما تحقيق قلنا نتنياهو للمحكمة جنائية دولية هو مفتوح من 2015 لكن اليوم فما قضايا قديمة تخص بايدن فيما يتعلق بعلاقته بالكين معتها بإسرائيل معنا اليوم عنا تهم ثلاثة عنا قضية عدد ألف اللي هي تتعلق بالغش وخيانة الأمانة يتهم فيها نتنياهو بيتلقي هدايا خصوصا السيجارة وجزاجات شامبانيا من رجال أعمال ذوي نفوذ من قابل خدمات سياسية من اتهامات نتنياهو أنه يتلقى سجائر فاخرة سجائر فاخرة وزجاجات شامبانيا من رجال أعمال ذوي نفوذ مقابل خدمات سياسية عنده قضية ألفين هذه غش وخيانة الأمانة دي ما يغش ويخون الأمانة هو يتهم بعرض مساعدات لصحيفة يد عيروت أحنانوت المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحفية في صالحه عنده قضية أخرى عدد أربعلاف الرشوة والغش كذلك في خيانة أمانة وقت كان يشتغل في رئاسة الوزراء وحقبة الاتصالات وقت حدوث مخالفات مزعومة يتهموا بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حامل أسهم شركة كذا شركة اتصالات مقابل تغطية إيجابية من موقع كذا الإخباري الذي يموره معناها عنده تهم تتعلق أغلب يدها تهم بالرشوة هو المشكلة مش كان هو بركة حتى مرته عندها قضايا زاد زوجة نتنياهو سارة نتنياهو سارة نتنياهو زوجته متعلقة بها قضايا كذلك متعلقة بها قضايا عندها قضية في 8 سبتمبر 2017 اللي مثلت أمام محكمة إسرائيلية تم تهمها كذلك بقضايا فساد متعلقة باحتيال بحصول على مبغ 100 ألف دولار بسبب دورها الكبير في ترتيب وجبات طعام على نفقة الدولة دون ترخيص 100 ألف دولار وجبات طعام على نفقة الدولة دون ترخيص وهذه صارة حصلت لها مؤخرا معناها حاجة أقلقت نتنياهو وقلقتها هي تم احتجازها في صالون تجميل في تل بي وتمكنت شرطة من إخراجها من بين الحشود وسط هتافات اش كان يقولوا المحتاجين الإسرائيليين يقولوا البلد يحترق وصارت تصفف شعرها يعني خرجت وقتها ثلاثة ساعات وهي محتجزة معناتها في صالون حلاقة في تل أبيب وخرجوها بالسيف معناها بعد شرطة عملت محاولات كبيرة بش خرجتها بعد كي خرجت هي قالت هي كان نجم ويدخلوا وكانوا يقتلوني معناها هذو ما ناس يعني اليوم شعبهم في الكيين المحتل الشعب الإسرائيلي هو من يحتج ويحجز شكرا حسام يحي هذه صورة سارة نتنياهو اللي تابعوا فينا في الكوميونيوتي ديجيتال على اليوتيوب ما ليه على فكرة هي تعرف كيش عرفت رجلها كيف تعرفت سارة نتنياهو على تعرفت عليها عندما كان يترأس منظمة خيرية تقدم مساعدات الأطفال لسوء المعاملة تصور انت هو كان يترأس منظمة خيرية نتنياهو هذا كان يترأس منظمة خيرية تقدم مساعدات الأطفال لسوء المعاملة وقتها هي تعرفت عليه وكان معناها هي كانت زادة موجودة في المنظمة وتعرفت عليه معناها انت يجيش البالك اليوم انت نتنياهو يترأس منظمة خيرية هو حتى في المناصب اللي كان موجود فيهم معناها بنيامين نتنياهو كان عنده دور بارز في دفع الأمم المتحدة اللي رفع سرية أرشيف جرائم الحرب اللي ارتكبتها ألمانيا النازي ونظم مجموعة مؤتمرات دولية تعلق بمفاكفة الإرهاب رأو ساعات فهم أشياء تخليك تستغرب الناس هذومة اللي زعمها معنتها هم أناس يدعون الخيرية ويدعون الاستقلالية وحقوق الإنسان لأنه طوال اليوم أصبحت حقوق الإنسان سوق لمن يتكلم هذيك عليش نحن اليوم ما شاهدناه في الحرب يخلينا نقول هل هناك ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني ولا ما فهماش نجي القانون الدولي الإنساني لكن يعني هكذا تدرج نتنياهو للوصول لرئاسة الوزراء أستاذ أحمد غربية أقلا ده عدة مناصب معناها مناصب أمامية عدة ملتقيات خدم معنتها أنتخوا بقى عضوا في الكنيسة الإسرائيلي ممثلا حزب اليكوت ثم نائب الوزير الخارجي الإسرائيلي إذن تدرج في مناصب معناها اللي هي ربما كانت سهلت له بشيكون موجودة على رأس رئاسة الوزراء الكيان السهيوني وهو